السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو ذنب الصالحين في ظهور فيروس كورونا نعرف بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الأول لازم نعرف أن احنا في دنيا أن احنا مش في جنة والدنيا جبلت على البلاء دنيا الاختبار والابتلاءات قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعمله الله أكبر إذن احنا في الدنيا دي في اختبار وفي امتحان والمولى عز وجل يختبرنا ويمتحن البشر بما يشاء سبحانه وتعالى وإحنا في النهاية عبيد إيه المطلوب مننا نكون أغنياء ولا نكون فقراء في كل الحالتين لازم نكون عباد لله نكون مرضى ولا نكون أصحاء في كل الحالتين نكون عباد لله سبحانه وتعالى إذن الإنسان في كل الأحوال لازم يكون عبد لله ولذلك الإنسان شوف اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له يبقى إذن المؤمن في كل أحواله خير لو كان غني فهو في خير يشكر ربنا سبحانه وتعالى لو كان فقير يصبر وارضة بقضاء الله لو ابتلي بمرض يصبر وارضة بقضاء الله لو ربنا اداله الصحة يحمد ربنا واشكر المولى عز وجل وهكذا في كل أحوالك لازم تكون عبد لله شاكر لله سبحانه وتعالى وكمان لازم نعرف أن الفيروسات المتصلطة الآن على بلاد المسلمين وغير المسلمين إنما هي جند من جنود الله يصلطه المولى عز وجل على من يشاء من عبادي وما يعلم جنود ربك إلا هو في الحديث اللي روال بخاري عن أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم فقالت يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم يعني فيه ناس بل همش زنب ما كانوش مع الجيش ناس راحين يتجروا ناس مشين معهم لكنهم ما منوش لا في حرب ولا في غير ولا في أي حاجة قال صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم الله أكبر فلذلك الإنسان لازم يأخذ باله من حاجة إن الفيروسات دي أو الأمراض دي لما بتنزل بتكون عقوبة للكافرين وتكون رفعة لدرجات المؤمنين ومغفرة لزنوا بهم بفضل الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا ولا تهنوا في بتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لكن الفرق اللي بيننا وبين الكفار قال جل وعلا وترجون من الله ما لا يرجون الله أكبر يعني إن كنا نحن بنتألم من وجود فيروس زي هذا فهم برضو بيتألموا لكن هم لا يرجون الثواب من عند الله سبحانه وتعالى لأن الكافر لا ثواب له أما المؤمن فيرجو ثواب الله في صبره على قضاء الله ورضاه عن قضاء الله سبحانه وتعالى ومحبته لله وطاعته لله سبحانه وتعالى فبيرجو الثواب من الله يرجو مغفرة الزنوب يرجو كثرة الحسنات يرجو رفعة الدرجات في جنات المولى عز وجل وديكم مثال بسيط بس تصلى عن حبيبك صلى الله عليه وسلم لو إن مجموعة من الصالحين ومن الطالحين من العصاء قاعدين في مكان والسقف وقع عليهم فإحنا عندنا هنا آية وعندنا هنا حديث آية بتخبر عن حال هؤلاء العصاء أو عن هؤلاء الكفار لو كانوا كفار أو عصاء تمام؟ والحديث بيخبر عن حال المؤمن في هذا المكان الآية بتقول فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون والحديث بيقول صاحب الهدم شهيد يعني لو كان إنسان على طاعة ربنا إنسان مسلم موحد مؤمن ما شاء الله وإنسان طائع لله سبحانه وتعالى ما قاعد في مكان السقف على راسه مات فهو شهيد بإذن الله ولا نزكي على الله أحدا بفضل الله أما لو كان كافرا فالمولى عز جل يقول فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فبالجملة حبيب ربنا أحفظك رب العين فالأمراض والفيروسات دي تأتي عقوبة للكفار وتأتي مغفرة وتكفيرا لزنوب المؤمنين ورفعة لدرجاتهم في جنات رب العالمين التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سامعت ولا خطر على قلب بشر ولذلك إحنا عايشين في دنيا إنما النعيم كله لا يكون إلا في جنة الرحمن قال جل وعلا كما في الصيحين أعددت العبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سامعت ولا خطر على قلب بشر وكل المشاكل اللي احنا بنعاني منها دي كلها تتحل وإحنا لسه على باب الجنة لسه ما دخلناش كما ورد أيضا وأختم بهذا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد يوم القيامة يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا الله أكبر هتعيشوا مخلدين في الجنة ولا تموتوا أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا تفضلوا الشباب على طول في سن 33 سنة مليارات مليارات السنين لا يتغير السن لا تكبروا لأنتم ولا نسائكم بفضل الله سبحانه وتعالى وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا لا فيه فيروسات ولا فيه أمراض ولا فيه عدوى ولا فيه أي حاجة تصحوا تفضلوا أصحاء كده فلا تسقموا فلا تمرضوا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا تفضلوا في نعيم وكل لحظة تنتقلوا من نعيم لنعيم أكبر من النعيم اللي قبلوا بفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجمعنوا إياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته